وهجيب البيريكس اللي انا هشتغل فيه تمام دي البيريكس اللي اكبر يسلم هجيب البيريكس اللي انا هشتغل فيه وهبدأ ان انا اركب السنية بتاعتي عشان ادخلها الفورن واخليها بقى تستور عندي المية طبعا شغلت الكتل كده على المية عشان تسخن وهجيب الرز اهو دي له كده تقليبة كل التدبيلة مع الرز اللي احنا عملناها وهبدأ ان انا احطها في البيريكس عشان هفلفل الرز في البيريكس بتاعي مش هفلفله بره يعني انا يدوب عارفين بقى التشويح اللي احنا عملناها دي بتفرق جدا عن ان احنا نحط الحاجة نيف نيف بتفرق جدا فاعلوا هنخلص الثانية دي قبل كده ما نطلع الفاصل عشان نبقى خلصناها كلها ودخلناها الفورن وخلصنا اول وصفة بقى ايه يدوب تبقى على السوى على طول هبدأ احط الرز بتاعي بالخلطة بالشكل ده اهو اوزع كده انا حطة ملحي وكمون وفلفل اسود وكسبرة وكله متشوح وكله متتبل وكله يعني زي الفل خلص مش محتاجة احط ملح تاني زي ما قلتلكو عيروا الملح كل كوباية من الرز عليها معلقة شاي معلقة صغيرة من الملح في الاخر برضو حابين تدوقوا دوقوا يعني فيش مشكلة انا بكلمكو بحالة الناس اللي مش بتدوق او مش عايزة تدوق او بطبع عايزة ملحة تدوق او بطبع معيار مزبوط للملح اللي عندها هبدأ كده حابين كبان تحطوا مكعب مرأة خضار ينفع برضو هغطي الرز بتاعي بشوية كده اهو ادي طبعا تقليبة عشان اقلب كل الخلطة اللي عندي مع الميا تبقى الملح متوزع والبهارات متوزعة وكل حاجة تمام اهو هقوم كده ايه موزعة لسويل وهبدأ حط السمك بتاعي تمام السمك بتاعي هو حطه في الشكل ده اهو في الاخر هحط كمان التدبيلة اللي احنا حطناه للسمك في الوش هبدأ كده ايه ارص السمك في الشكل ده الرز بقى كمان هيستوي وهيطلع كده عليه كده فهيبقى في منتهى الجمال اهو اهو الشكل ده كده اهو ممكن اخد دي هنا بقى خلصنا كل السمك اللي عندنا كل التدبيلة دي بقى هبدأ احطها كده فوق السمك اهو اهو بعصيل اللمون بالكلام ده كله هدخل بقى الفرن وهخلي السينية تستوي كده في الفرن والرز بفلفل وهيتشرب كل السويل اللي عندي دي والسمك كمان هيتشوي كده من فوق وهيبقى حلو جدا هشغل الفرن فوق وتحت الشوية والفرن من تحت اللي اتنين تعالوا بقى ندخلها قبل ما نطلع الفاصل عشان نبقى خلصنا كل الوصفة الاولانية بتاعتنا ندخلها الفرن اهو واسبها بقى الرز يتفلفل مع شوية المياه والسويل دول والسمك كمان هيتشوي كده وهيبقى في منتهى الجميل